موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعنوين من يمن مونتر خمسين مليار ليال عائدات الحوثيين من جمرك ذمار خلال عشرة أشهر موسيقى ومن الخليج روسيا تشكو من تأخر اليمن عن سداد الديون المتراكمة موسيقى ومن القدس أمريكية ترفض جائزة دولية دعما للقضية الفلسطينية موسيقى ويستعدون لكرة القدم موسيقى موسيقى أهلا بكم في مارس 2017 أعلن الحوثيون عن فتح مكتب جمركي في محافظة ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء لفرض جمالك جديدة على البضائع التي تعبر عبر المحافظات الجنوبية وشرقية للبلاد وقد تحصلوا أموالا طائلة من هذا المنفذ وقد بلغت وفقا لموقع يمن مونتر خمسين مليار ريال عائدات الحوثيين من جمرك ذمار خلال عشرة أشهر الموقع اعتبر أن وجود الجمرك في ذمار كان سببا أساسيا في ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تصل إلى مناطق سيطرة الحوثيين فالجماعة المسلحة تقوم بفرض جمالك جديدة على السلع التي دفعت جمالكها بالفعل أثناء دخولها من المنافذ الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا ويقول السكان يمن مونتر إن الشاحنات والبضائع يتم فرزها وجدولتها على الشارع الرئيس للمحافظة يتابع يمن مونتر ليس هذا المنفذ الوحيد الذي يحصل الحوثيون منه على الإرادات بل إن الجبايات التي يقوم بها الحوثيون في العاصمة والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم إضافة إلى منافذ جمركية أخرى تتحصل عائدات كبيرة للجماعة المسلحة يتساءل موقع سبتمبر نت حول واحدة من مديريات تعز التي تعرضت لهجوم ميليشيات الحوثي وقال الموقع حيمة تعز من يحميها من غطرصة الميليشية يقول الموقع تعاني محافظة تعز من حصار مطبق منذ حوالي ثلاث سنوات إلا أن الحصار المشدد شهدته منطقة الحيمة منذ 19 ديسمبر الماضي كان الأشد وأضاف الموقع أن الحصار ترافق مع قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة استهدف منازل المدنيين والمنشآت الصحية والتعليمية في المنطقة فضلا عن انتشار قدناصة للحوثيين قاموا بقتل ما يزيد عن 18 مواطنا من أبناء المنطقة وجرحوا العشرات بحسب تقارير حقوقية وتابع الموقع شهدت المنطقة نزوحا جماعيا وتهجيرا قسريا لحوالي 350 أسرة معظم أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن يسكنون الآن في خيام مهترئة في القرى المجاورة ويعانون ظروفا قاسية كما قامت ميليشيا الحوثي بزراعة ألغام في الجبال والطرقات المحيطة بالمنطقة لتمنع دخول وخروج أي مواطن ما يريده الشباب في العالم العربي هو جوهر الموضوع وسبب الاحتقان العربي الأعمق كل المؤشرات تشير إلى أنه يريد نظاما سياسيا يحترم جهده ويصنع تعليما عصريا متقدما يساوي بين الشابة والشاب يريد نظاما ينمي العدالة الإنسانية ولا يكون سببا في نشر الظلم والفساد يريد نظاما مساءلا يحميه من الفساد والتسلط والجشع هكذا بدأ أستاذ العلم السياسية في جامعة الكويت شفيق الغبرة مقاله المعاد نشره في موقع الموقع بوست مضيفا في جزء من المقال الشباب يريد أن يشعر بأنه في دولة يحترمها ونظام سياسي يلبي طموحاته من خلال إشراكه في صناعة القرار وبناء الاستقرار الشباب يريد إقليما عربيا جاذبا وليس طاردا للناس مكانا يحتوي طاقات الشباب ويؤمن لهم حق التجربة والخطأ والارتقاء الحالة الطاردة العربية أدت إلى وجود خمسة ملايين عربيا في تركيا بينهم ثلاثة ملايين ونصف المليون سوري في الخمسينيات والستينيات كان العرب يتجمعون في بيروت هربا من عنف الأنظمة العربية أما اليوم فأصبحت اسطنبول التركية مكانا لمئات الآلاف من المصريين والفلسطينيين والليبيين بالإضافة لدول الخليج الشتات العربي لا نهاية له ولا حدود له إنه منتشر بعدد قضايا العربي ومشكلاتهم العرب على المحك والقضايا الأخرى خارج دائرة الحروب المباشرة تضع الدول في مرمى النيران فما الذي سيقع بين دول الخليج في حال استمرت القطيعة والأزمة الخليجية طويلا؟ بالطبع مزيد من الابتعاد عن مجلس التعاون وإطاره الجامع ومزيد من التدمير الذاتي؟ ماذا سيقع مع الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين في المملكة العربية السعودية؟ وما الذي سيقع مع المثقفين والدعاء الذين أودعوا سجون المملكة؟ يصيب كل تحليل إن اعتبر بأن شكل التعامل وطريقة حل هذين البعدين سيقرر الكثير في المرحلة القادمة في المملكة العربية السعودية كما وفي منطقة الخليج مصر تمر بمرحلة مفصلية الآن ماذا سيقع في مصر وانتخاباتها في الشهور القليلة القادمة؟ حالة العرب الراهنة أقرب للثورية دون أن يكون هناك ثورة الحوثيون يخيرون الصحفيين بين الصمت أو التهجير أو الاعتقال هذا هو المتاح أمام الصحفيين وفقا لصحيفة الأيام والتي تضيف تتشابه قصص الصحفيين اليمنيين في المناطق الخضاعة لسلطة الحوثيين من تعذيب وحرمان وتحقيقات متكررة واتهامات بالتعاون مع الأعداء وتورد الصحيفة وقاله الصحفي يوسف عجلان الذي غادر سجون ميليشيا الحوثي إلى مارب أنا وزملائي نعتقد أنه لا توجد تغطية صحفية حقيقية من داخل العاصمة أو من أي منطقة يسيطر عليها الحوثيون وتقول الصحيفة أن لجنة حماية الصحفيين وثقت كيف يرتكب جميع أطراف النزاع اليمني إساءات ضد الصحفيين وكيف أدى تفكك هياكل الدولة وأليات المساءلة إلى زيادة التهديدات التي يواجهها الصحفيين تتابع الصحيفة بات المناخ السياسي السائد تحت سيطرة الحوثيين مزيجا من الشكل الفارغ لسيادة القانون حيث لم يتبقى أمام الصحفيين من خيار سوى الصمت أو المنفى العديد من العنوين أوردها موقع الموقع بوس في صفحته الرئيسية أولها من ذمار ميليشيا الحوثي تستولي على المساعدات الإغاثية والإنسانية وعنوان قطر تطلق حملة إنسانية عاجلة لإغاثة اليمن ومن المحويت ميليشيا الحوثي تعتدي على أملاك المواطنين بأمر زعيمها وقالت مصادر محلية للموقع بوست إن قياديا حوثيا في مديرية الرجم استقدم أصابة مسلحة من ميليشيا الحوثي من صعدة وقاموا بالاعتداء على أرض مملوكة لأسرة تنتمي لحزب المؤتمر الموالي للرئيس السابق صالح وباشروا البناء فيها وأضافت المصادر أن الميليشيا قامت باعتقال جميع أفراد الأسرة وذلك بالخروج بأكثر من حملة عسكرية على مساكنهم وترويع النساء والأطفال لتجاوز الموت السريري في اليمن تحت هذا العنوان كتب عمر عبد العزيز مقاله المنشور في الخليج مضيفا في جزء منه إذا نجح الحوثيون في تهجير سكان صنعاء إلى قراهم ومناطق لجوئهم الجديد فإنهم بذلك سيعيدون اليمن إلى أسوأ مرابع البؤس القبائلي الطائفي المغيظ وسيستسلبون من اليمانيين أحلامهم المتواضعة في أن يكونوا داخل العصر وضمن نواميسه وسينجحون في تجريف العصرنة والتمدن والهوية الوطنية الجامعة لأهل اليمن وبالمقابل ستمتشر هذه الحمى المناطقية المدمرة لتزول المدن المختلطة التي طالما تفاخرنا بها ولتحل محلها أنساق قبائلية عصبوية تعيد اليمن إلى ماضي سحيق الدائرة في اليمن ليست مختصرة في مقارعة السلاح ونسف الدماء وتشفيف منابع الحياة فحسب بل أنها تباشر تمزيقا منهجيا لتلك الكيانية التاريخية التي كانت رفعتها الكبرى الوسطية والتعايش ومؤشراتها الأجد تكريس الهوية اليمانية في إطار مشروع اتحادي متعدد الأقاليم ودولة جديدة تغادر سيئات الماضي وتفتح الباب لتعظيم الميزات التنموية وتعتبر المواطنة والمشاركة قدس الأقداس في معادلة تدوير الحياة المادية والروحية الحوثيون ليسوا مؤهلين لاستيعاب هذه الحقائق الموضوعية القاهرة لمنطقهم الضيق واستهاماتهم في استرجاع نظام الأئمة في أسوأ حضوراته التاريخية وتماهيهم السلبي مع مشروع دولة ولاية الفقيه العابرة للجغرافية والتاريخ وإذا استمر الحال على ما هو عليه ولم يرعو الحوثيون وهذا أمر أتمناه شخصياً في هذه الحالة ستصبح العملية الجراحية الكبرى في صنعاء وتعزو الحديدة خياراً قاهراً لا مفر منه لأنه سيكون بمثابة خيار الإنعطافة الحادة لتجاوز الموت السريري الذي قد يمتد لسنوات قادمة إنها جريمتها الدائمة وعشقها الأزلي منذ انطلاقها من كهف في جبل فمنذ سمعت صراخات ميليشيا الحوثي رفق ذلك دوي تفجير منزل ووفقاً لموقع المشاهد نت الحوثيون يفجرون منزلين غربية مدينة تعز قال الموقع أقدمت جماعة الحوثي بمحافظة تعز على تفجير منزلين في منطقة مدارات غربية المدينة وأوضح العقيد عبدالباسط البحر للمشاهد أن المواطنين في المنطقة التي شهدت التفجير يعيشون حالة رعب بسبب التهديدات المستمرة التي يتلقونها من قبل مسلحي الحوثي الذين يسيطرون على المنطقة يشار إلى أن جماعة الحوثي كانت قد فجرت عشرات المنازل لمواطنين مناوئين لهم في مناطق مختلفة من المحافظة أبرز العنوين التي وردت في صحيفة أخبار اليوم قوة مشتركة من الجيش تداهم التقنية بعدن وتوقف أعمال البسط على الأراضي وعنوان الرئيس يبحث مع السفير السعودي نتأج زيارته إلى عدن والسفير يؤكد نريد يمنا قوية وعنوان القبض على المتهم بقتل مواطن عمني في المهرة بعد فراره إلى حضر موت وشركة الغاز تقول الحوثيون استعانوا بوكلاء جدد لرفع سعر الغاز المنزلي خمسة أضعاف بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة فابقوا معنا حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء تتعرف من خلال ما شاهدت قانونا واحدا من القوانين المعرفية تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة ستعلم عندها أن الأقرب منك أن وضعنا العالم بين يديك أهلا بكم من جديد منظمة حقوقية تتهم الميليشيات بتعذيب يمني حتى الموت عنوان في صحيفة الشرق الأوسط قالت في تفاصيله إنه خلال الأعوام الثلاثة توفي نحو 120 مختطفا نتيجة التعذيب في حين لا يزال أكثر من 9000 شخص محتجز غالبية من المدنيين في مراكز احتجاز سرية وغير قانونية قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها حصلت على معلومات موثوقة تؤكد وفاة المعتقل اليمني علي محمد عائض التويتي الذي فارق الحياة في سجن ميليشيا الحوثي حيث فارق الحياة إثر تعرضه للتعذيب الشديد في مخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني ترقى إلى درجة جرائم حرب وأضفت المنظمة أن مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الحوثي اعترضته في إحدى نقاط التفتيش في مدينة دمت بمحافظة الضالع مضيفا أنه توفي بعد ثلاثة أيام من احتجازه نتيجة التعذيب القاسي الذي تعرض له وأضف التقرير أن أسرة التويتي منعت من عرض جثتها على الطبيب الشرعي كما منعت النيابة العامة من القيام بدورها في التحقيق في الحادثة وبحسب شقيق المتوفي فإن تقرير الوفاة كان مزيفا وورد فيه أن سبب الوفاة هو الجلطة مضيفا أنه وجد آثار تعذيب على جسد أخيه حيث ظهرت عليه آثار الضرب الأمر الذي استدعاه على الفور إلى طلب إحضار طبيب شرعي إلا أن إدارة الأنف في مدينة يريم رفضت ذلك فاضطر لدفنه إلى صحيفة الخليج والتي عنونت اليمن يعجز عن الوفاء بسداد ديونه لروسيا وبحسب نائب وزير المالية الروسي اليمن توقف عن سداد مستحقات مترتبة على ديون أخذها من روسيا وفي حديث لسيرجي ستورتشاك أضاف النائب أنه من الواضح أن قدرة اليمن على الدفع قد تغيرت لقد كان مقترضا جيدا حيث كان يدفع التزاماته بشكل منتظم إلا أنه توقف الآن وبحسب الصحيفة لم يكشف المسؤول الروسي عن حجم الدين إلا أنه اكتفى بالقول إنه كبير أستاذة الجندرة ودراسات المرأة في جامعة بنسلفانيا شينيلا خوغا مولغي كتبت مقالا أعادة الغدى نشره بعنوان لماذا يشيد الغرب بملال يوسف زي لكنه يتجاهل عهد التميمي وقد ترجبه علاء الدين أبو زينة وجاء في المقال اعتقلت السلطات الإسرائيلية عهد التميمي الفتاة الفلسطينية بعمر 16 عاما في مدهمة ليلية لمنزلها وتتهمها السلطات الإسرائيلية بالاعتداء على جندي وضابط إسرائيليين وقبل يوم من ذلك كانت قد واجهت جنديا دخلا فناء منزل عائلتها مع ذلك كان هناك افتقار مريب للدعم لعهد من جهة الجماعات النسوية الغربية ونشطاء حقوق الإنسان عندما قام عضون في حركة طالبان الفاكستانية المتطرفة بإطلاق النار على رأس الناشطة الفاكستانية مالالا يوسف زاي 15 عاما كان رد الفعل مختلفا بطريقة مدهشة وقد أصدر جوردون براون رئيس الوزراء السابق للمملكة المتحدة التماسا بعنوان أنا مالالا وأطلقت منظمة اليونسكو نفسها شعار قفوا من أجل مالالا بل إن هناك الآن مناسبة تدعى يوم مالالا لكننا لا نرى حملات من قبيل أنا عهد أو قفوا من أجل عهد تصنع الأخبار ولم تصدر أي من المجموعات النسوية ومجموعات حقوق الإنسان أو الشخصيات السياسية تصريحات تدعمها أو توبخ الدولة الإسرائيلية على ما تفعله معها ولم يعلن أحد عن يوم عهد لعهد مثل مالالا تاريخ كبير من الوقوف في وجه الظلم وهي تحتج على قيام المستوطنين الإسرائيليين بسرقة الأرض والماء من شعبها وقد تحملت التضحية الشخصية بعد أن فقدت عمًا وابن عمًا بسبب الاحتلال وتم اعتقال والديها وشقيقها مرارا وتكرارا وحاولت أن تحمي شقيقها الصغير من جندي احتلال جاء ليأخذه أتساءل لماذا لا تستفيد عهد من نفس الاحتجاج الدولي مثل مالالا لماذا كان رد الفعل على قصة عهد مختلفا جدا الأوبزيرفر وهو الإصدار الأسبوعي لجريدة الغارديان اليومية نشرت موضوعا لأوليفر هومز مراسلها في القدس تناول زيارة مايك فنس نائب الرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وتعتبر الصحيفة أن هذه الزيارة ليست بالطبع الزيارة المنتظرة للأراضي المقدسة التي يتوقعها بينس في خياله وهذا ببساطة لأن بينس المسيحي ليس محل ترحيب في مهد المسيح بعدما دمر الرئيس دونالد ترامب كل فرصة أو فرصة بسبب انقلابه أو فرصه بسبب انقلابه على قرون من السياسات الأمريكية وأضافت الصحيفة أن قرار ترامب تجاهل ما كان متعارفا عليه مسبقا من أن وضع القدس من المسائل التي تدار بالنقاش والتفاهم بين طرفي النزاع لكن قرار ترامب قلب الأمور رأسا على عقب وتشير الصحيفة إلى أن بينس كان يساند ترامب في قراراته المثيرة للجدل وكان يقف إلى جانبه عندما أعلن قرار القدس كما أنه وجه اللوم للرئيس السابق باراك أوباما عام 2010 لعدم مساندة إسرائيل وأضحت الصحيفة أن ترامب كلف صهره جاريت كوشنر بصياغة مبادرة سلام جديدة في الشرق الأوسط لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن من أكثر الأخبار قراءة ما جاء في صحيفة القدس العربي وعنونة الصحيفة أمريكية ترفض جائزة دولية دعما للقضية الفلسطينية وقالت الصحيفة أن المدونة الأمريكية المسلمة أمان الخطاطبة رفضت جائزة دولية تقدمها شركة مستحضرات التجميل الأمريكية ريفلون دعما للقضية الفلسطينية وتضامنا مع عهد التميمي الطفل الفلسطيني المعتقل في السجون الإسرائيلية وبررت الخطاطبة رفضها للجائزة التي منحت إياها في إطار حملة الحياة بجراءة لدعم النساء الملهمات كون الوجه الدعائي لشركة ريفلوند وسفيرة منتجاتها الممثلة والعارضة الإسرائيلية قال جادوت وكتبت الخطاطبة لا يمكنني قبول الجائزة لأنه لا يمكن أن نتقبل عارضة أزياء يدعم قمع النساء والفتيات في أجزاء أخرى من العالم تضيف لا أستطيع الاحتفال بالجائزة والجيش الإسرائيلي يعتقل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما تدعى عهد التميم صواريخهما في اتجاه بعضهما لكن هناك حياة لابد أن تستمر هذا ما يمكن فهمه في حالة الكوريتين والتي سبق لهما خوض حرب شرسة وعنونت صحيفة البيان وفد كوري شمالي يصل إلى كوريا الجنوبية للتحضير للأولمبياد قاعد الصحيفة أن مسؤولين لوجستيين من كوريا الشمالية وصلوا إلى كوريا الجنوبية اليوم الأحد بعد أن أدى إلغاء زيارتهم في وقت سابق إلى إثارة شكوك لفترة وجيزة بشأن مشاركة فيونج يانج في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل وقالت محطة ويتين التلفزيونية الكوريا الجنوبية إن الوفد وصل إلى سيول في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد تحت حراسة أمنية مكثفة ثم استقل بعد ذلك قطارا إلى فيونج يانج حيث تقام الأولمبياد خلال الفترة من التاسع من فبراير الشباط إلى الخامس والعشرين من الشهر نفسه وكان من المقرر وصول الوفد الكوري الشمالي المؤلف من تسعة أفراد إلى كوريا الجنوبية يوم أمس لمراجعة الأماكن التي تقيم فيها فرقة فنية استعراضاتها خلال الأولمبياد استخدم مسؤولون في الكوريتين خطا هاتفيا ساخنا عبر الحدود لتحديد موعد جديد للزيارة وتعد هذه الاستعدادات جزءا من مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد فيما يمثل انفراجة دبلوماسية واضحة بعد تزايد حدة التوتر على مدى شهور بسبب برنامج كوريا الشمالية الصاروخي والنووي احتجاجات في رامالله وروهينجيا لاجئين في بنغلاديش وروغر فيدر في بطولة أستراليا المفتوحة أهم الأخبار في أسبوع كما وثقها أفضل المصورين الصحفيين في العالم ونشرتها صحيفة الجارديان نتابع ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختم حلقتنا لهذا اليوم نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر